خلينا نتكلم كده يعني ايه حد عنده صدمة في حياته يعني اي مشكلة بتقابلنا نحط جنبها نقطة ونقول ان هي دي صدمة ولا فيه تعريف للصدمات لا هو حقيقة فيه يعني تعريف للصدمات الصدمة بتعريفها ان هي يعني ببساطة حدث مفاجئ حد بيحصل لشخص ما حيث الحدث بيهد كيانه كله وبيهدد ممكن يكون مهدد كمان لحياته وطريقة حياته بشكل عام بيهدد حياته بس مش بيهد حياته ممكن يكون مهدد لحياته او كشخص او مهدد لحياته اللي هو عارفها اللي هو عايشها زي حاجات كثيرة او زي مثلا موت مفاجئ لحد من الاحبة زي مرض مفاجئ مثلا بلاقي دوقتي فيه ناس كتير بسرطانات او غيره حدثة اختصاب حدثة ابيوز اي حاجة من الحاجات اللي موجودة دي الحاجات دي كلها بتعتبر صدمات تعليفة والدراسة بتقول يعني ان حوالي 90% من البشر بيقابلوا صدمة واحدة من الصدمات العنيفة دي في حياتهم على الاقل وبتبقى نتجتها بقى ان يبقى حد يجيلوا اكتئاب او حد ينسحب من الحياة يجيلوا قلق وتوتر بشكل دائم بيبقى لها نتائج سيئة طب احنا اتفقنا او حدرتك قلتلنا ان كل واحد فينا بيعدي بالصدمات دي على الاقل على الاقل مرة واحدة في حياته طبعا في مننا ناس كتير بتعدي بالصدمات كتير في حياتها وعلى اوقات قريبة كمان من بعض ودي بيبقى لازمة معاهم اكبر بكتير وتأثيرها عليهم بيمتد لفترات طويلة انا عايزة تعلم النهاردة ازاي اعرف اتعامل مع الصدمات بشيء من المرونة مش هقول باللا مبالا ولكن اعرف اتعامل بشكل اهدى شوية من اي وقت تاني هو حيا فيه عامل من العامل المهمة اللي بتساعد الانسان ان هو او يعني يتجلب على الصعبات دي ويعيش معاها بيسموها المرونة النفسية او الريزيليانس يعني هو المرونة النفسية ده الترجمة الاقرب لكلمة ريزيليانس هي ريزيليانس بمعناها هي قدرة المادة على انها ترجع لشكلها الطبيعي تاني بعد التعرض للضغوط بالانجليزي بيسموها باونس باك يعني انا عرف عهادك لما عندك كورا كده وتضربها في حيطة وترجع تاني ده اسمه باونس باك او ارتداد اه فبترجع لشكلها بشكلها تاني هو ده التعريف بتاع الريزيليانس او المرونة النفسية هو ان الانسان ازاي يتعدى جوه الصعب وجوه هذه المشاكل ويرجع تاني لحياته وبسبش يرجع لأ ده كمان ممكن يرجع اقوى من الاول كان زمان بيعتبروا المرونة النفسية دي اللي في الانسان انها تريد صفة من صفاته اللي بيتولد بيها انما الابحاث الجديدة والبوستف سيكولوجي اللي هو العالم النفسي الايجابي بتكتسب لا ان هي ممكن تكتسب وممكن تتعلم تتعلم وهي مجموعة من المهارات الحياتية الانسان لو بنها في حياته وتعلمها بيزود من مرونة النفسية فبالتالي يقدر يزود من قدرة تحمل والاستدامات دي ومش بس يعدي بيها لأ ده يعدي منها وتبقى واسيلة من وسائل نموه وقوته لكن علشان نفهم المرونة النفسية بالشكل سليم المرونة مش معناها عشان بس الناس تفهم التعريف بشكل صحيح مش معناها اللا مبلاء مش معناها ان انا لو متعدي بي صدمة من صدمات الحياة اني ما حسش بيها اني ما بقاش عندي شعور زي ما كنت بحس مثلا باي حاجة بتوجعني اني ما زعلش على حد مثلا لا منحس بكل حاجة بس بنعرف نكمل حياتنا طبعا يعني المرونة مش معناها التجاهل أو مش معناها ان انا زي ما حالك بتقولي كده اللا مبلاء بالعكس ده هي انا انا اعرف اللي بيحصل وحاسس بيه وعندي مشاعر فقد ومشاعر ألم بس دي ما بتحطمنيش ما بتدمرنيش ما بتاخدش مني حياتي بقدر عديها وبقدر أنمو من خلالها